حجازي أنت أصعب لحظة يعني فيه أكيد بوركينا فاسو كان صعب جداً أنا كنت حاسة بقولك أن أنتوا وقفين حيطة وكمية هجوم عليك وإحنا كنا خلاص يعني مش مصدقين بإني تشانس أن المتش ده هيعدي ولا هيوصل أكسترا تايم أصعب لحظاتك في المتش دكتين؟ ماتش بوركينا فاسو؟ بالذات بوركينا فاسو بوركينا فاسو كان صعب جداً أنا كنت بحث أنه أصعب واحد أنا عندي أحساس أنه كان أصعب من الكاميرا أصعب أصعب لحظها بالنسبالي أنا كانت بعد القيون الثاني في ماتش الكاميرون نزات النجاب في إعتقاطك؟ نزات النجاب الأول كمان في ماتش الكاميرون بعد القيون الأول في ماتش الكاميرون كنت حاسة يعني أن إحنا كنا مستانين حتى إحنا في المدفعين بنقول للعيبة التي قدامي هاتجون وملكوش دعوا بالباقي. هاتجون بس يعني انتم هاتوا جون واحنا هنشيلكوا الباقي يعني احنا هنحاول نكمل يعني احنا مش هيخش فينا جوان فلما لما دخل فينا الجون انا نفسي انا كحجازي يعني انا وعالي حتى اتكلمنا وهن كابتن فتحي بيتكلم معنا يعني كنا حاسين احنا ضيعنا مجهودنا اللي احنا عملنا طول البطولة ومجهود زميلنا اللي هما يعني احنا ما بينجبش جون سهل يعني ما فيش فرقة بيتدخل جون بسهولة يعني وبالذات في نهائي فحسنا نحنا عوانة عن نفسي يعني حسيتنا احنا ضيعنا مجهود مجهود كبير قوي بزلناه يعني كان في قدينا ان احنا نخلصه بس كانت حاجة طبعا كان لحظة بالنسبة لي انا كانت 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 مضايقاني جدا وحتى يعني احنا اتكلمنا فيها بعض الموتش يعني بس يعني الحمد لله احنا كان زعلنا اكتر كمان احنا كان نفسنا ان احنا البطولة بصراحة كانت حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا يعني فالحمد لله فاتحي حصلت بنفس الإحساس؟ لا. يمكن أنت عشان حضرت بطولات أكتر. فيمكن رفعت كاس قبل كده. رفعت ثلاثة. ثلاثة. بص أنا مش. أنا مابيني الشوتين كلمني صراحة طول. نازم نجيب الجون التاني عشان خافي خوشنا فينا. بالظبط كده. إحنا كلنا كنا عايزين نقول عايزين الجون التاني عشان نأمن. أنا كنت مكأجو. و أنا نازم مع صراحة طول. نازم نجيب الجون التاني. عشان أنا خايف. أنا الآن سيخش في نجون. بس أنا مش. وأنا في الماضح. أنا مش توقي على الخش في نجون كده. يعني. 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 ما بيخش في نجون كده. بس أنا. يعني. عادي. هو بس. ساعات بيبقى فيه سنة. عاو. انت بتنعب نهائي. ايان. يعني. من وجهة نظر لا يوجد نظر إلى هناك طعبة بثمان في الشخص Ly ليس قد يجابها هذا طبيعي لأنه أصلاً نهاية بيبقى صعب وكل واحد تعبان وبرضو هما الفئة هما التانين على فكرة هما بكلموا فحصاً حالتهم أنا كنت شايفة أنهم الشهد التاني هما فقو الشهد تاني شوية بس أولي حركة على حاجة برضو إحنا كالترخين برضو لأنه إحنا برضو يعني كان غزباً عننا الهدفين برضو يعني أنت حركة محافظة على الجون حافظة على طبعاً هنكتال حاضري والمدافعين كلهم حافظين على الجون بقى لهم كذا ماتش فغزباً عننا أن الهدف تدخل